موسيقى بونسوار أنا جانا حلاوي ماركتنج انت سايد كوردينيتر بلاتوريا جيميال لاتوريا جيميال نعرفه في الهي كواليتي ستاندورد ياللي بتتبعن للعصال موسيقى نحنا كتير منحرص على الترانس بارنسي مع الكوستمر يعني نحنا اليوم لما يجي كوستمر اللي عنا منخبره دقاء أزاد وين بيكونوا البيهايفز وين نبرم فيهن عن كل الأراضي اللبنانية من أي مناطق شو الستاندورد ياللي منتبعن كل هالخبار موسيقى لما يجي لعنا الكوستمر نوي فيلما عنا إذا ما عنده توتو ثرين نيو انفو بيعرفون عن العصال موسيقى موسيقى نحنا مننقل البيهايفز على مدار السنة وهذا الشيء اللي ما بلبنان المناخ بلبنان هو كتير بيساعدنا لأنه في عمنا بايو دايبرسيتي كتير كبيرة وواسعة ثم ننقل البيهايفز لبعنا بيطلع عنا كذا فلايفرز من العصال هولي الفلايفرز هن بصيروا لما نحلب البيهايفز يعني النحلة بتبقى عم تاكل من نوع معين من زهر لمدة شهرين ونص لثلاثة شكور حسب الموسم ستبقى كل هيدا الوقت تعم تتغزى من نوع زهر معينة هيدا الشيء اللي بيعطيه الكاركتوريستيكس تبع كل نوع عصال بيختلف عن الثاني موسيقى 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 جمالا نحنا عنا بين ثلاثة الاف لخمسة الاف اثير في قصهم منهم تقريبا عم نحكي خمسمائة اثير ملك لعطلية جميل والباقي كله ضم ميلون مع البيكيبرز هولي البيهيز موزعين بكتير مناطق من لبنان عن عمية شوان سور علمان دار الأحمر موسيقى 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 ومنضمنون يون دي بيهي يلي قدمت قدمت جزء من السالوريز للموظفين طبعا مخصوصي دورينغ اللوكداون تحتى ما يحسوا بنقص وحتى كمانة ما يكون العبئ الكامل على الشركة موسيقى عسل الزعتر يجب لي كثير ناس بس نقلهم عسل الزعتر بيتفاجأ ان اه زعتر بيتوقع انه يحسوا بطعمة الزعتر سو هي ابدا مش هيك سنس النحلة عم تاكل بس من زهرة الزعتر سوف احكي شوي كمانة عن اللابل من ورا منلاقي النترشن فاكت شو الزهرة الدومينانت بالأرض اللي هي الزعتر وبيجي معها كمانة اظهار تانيين لهنه summer flowers وانا بتنحط المنطقة اللي هو من انفي عنا لوجو اتوريا جنيال عملناه بطريقة ستريت انه هو من البي كيبر لالكوستومر هون انه single origin يعني احنا اذا عنا نوعين عسل نوعين عسل مثلا لاتساي سيترس منصور وسترس منعكر ما من نخلط ابدا كل منطقة بينحط من اي منطقة جاية لانه اللي flavor بتختلف لو نفس نوع الزهرة روهاني اكيد ما منسخين ما منفلتر ولا مندخل اي شيء اي اشعة على العسل تنحافظ على البنفتس طبعه موسيقى 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 وستخدمة الأشياء مفتاحات الوضعية وستخدمة بشكل مباشر السبب الأزمة التي مرّينا فيها في لبنان انتبهنا أن كل الأسبرات التي لدينا أو المعلمين همهم همهم وحتى إذا لم يكن أولاً أولاً يكون مكان آخر انتبهنا أن لا لدينا هذه الأزمة التي لدينا في نفس الوقت يكونوا طيبات لكن يأتي إلى الأشياء بيقولوا عنهم أنهم جميعاً وكتير قرابة لطعم الوضعية إذا بدك كطيامية سوفر عنا 5 أشياء هنا بينات بطر تشوكولة هايزلنات وآلمند وآلمند مع إرفي والتشوكولة مع بينات بطر بيجوا في مختلفة الـ UNDP انتبهنا نحاول بينات بزنس وحبوا يساعدونا تعلمونا شوي وكيف نتخطى هؤلاء أو تنقدر نضاين كيف تساعدونا ؟ عطونا تساعدونا وعلمونا كيف نظلنا ريزلينت كيف تنافيقات برنامجات وماركتين برنامجات وماركتين يمكنك تساعدونا على الإنستغرام لدينا الإنستغرام برنامجات برجع بشدي بعال الن مش أنت نعم برنامجات 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 موسيقى أنا اسمي جابي سمعان من ترشيش استسنا جمعية تعاونية زراعية بترشيش سنة 96 هالجمعية هايدي أعطت كتير أمل للمزارعين بالمنطقات وخلتهم يتمسكوا بأرضهم وما يبيعوها بالرخص وما ينتقل السكن كله على المدينة موسيقى عملنا نحن براد زراعي هالبراد الزراعي هايدي تقريبا مساحته 600-700 متر وبعلو 6 متر فادنا كتير عطانا دفع كتير كتير خلينا أنه نكون عم ننتج عم نحفظ معنا وقت لنصري في الإنتاج ولنسوقه بسعر يكون منيح موسيقى التعاونية بتلعب دور كتير كبير إن كان بنوعية الأشجار اللي عم نقدمها للمزارعين بالتعاون مع الـ UNDP موسيقى فلقنا سنة الـ 2000 تقريبا أو قبل شوية بزراعة الكستنا وترشيشها رائدة في زراعة الكستنا تنتج حاليا حوالي 30 تون كستنا سنويا نحن رائدين بزراعة التفع وخاصة في النوعيات المتجددة القابلة للتسويق يعني اللي منقدر نسوقها بسهولة عندنا كرس عندنا بعض الأشجار المسمرة كمان بس بكمية أقل بالإضافة إلى البقليات والخضار يعني مما إجا حط فيه بيحق لهم ومنساعدهم لأنه نحنا الهدف تبعنا ليس فقط أعضاء التعاونية نحنا هدفنا المنطقة كلها نشئلها من ونكون نحنا نوع من محرك إلى الأفضل لكلها الناس ونعطيهم أمل أنه في زراعة في لبنان في كوندالكم على اليون دي بي دعموا بعض المزارعين اللي ما عنده أي مردود غير هالأرض اللي عنده دعموا بحدود الثلاثين خمسة اتناو ثلاثين عائلة عفترة ثلاثة وشهور ودعموا بالنصوب بعض المحتاجين لنصوب جديدة ونوعيات جديدة يا أهلا أهلا وسهلا مجهور مجهور صار زهية فرنجية من رهبات المحبة معروفين بلبنان بالعزرية منتشرين نحنا بالشرق الأوسط بخمس دول مصر سوريا الأراضي المؤدسة وإيران ولبنان موسيقى 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 اليوم بكسروان نحنا عم نحكي كنا بنعجل تون دير ماريوسوف وفي عنا مدرسة سيدة السخور بهالدير عنا دار للرعاية نستقبل أطفال عندهم حالات اجتماعية أطفال ايتام أطفال دار رعاية عمر المدرسة عيدنا الخمسين وأكثر وهي برسالتها موسيقى 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 عنا دار سينت لويز ميزون سينت لويز انبار كمان نفس الرهبانة بس صرنا ثلاث سنين طلعنا بمشروع دمج المدرستان والديرين يعني صرنا فرد كوميونوتة موسيقى موسيقى صرنا زمان نحنا عم نشتغل مع كثير وانجي من بيناتون يو ان دي بي كان هالمشروع اللي بلش مع اليو ان دي بيو كاريتاس نحنا عنا أراضي كتير متل ما شايفين فيه أراضي كتير بس اليوم الأراضي تستثمرها بده نحنا منقدم أراضي نحنا منقدم لوكال وهني بيقدمون لنا المواد الأولية وهيك بنكون عم بيساعد هالأشخاص اللي هني اليوم صاروا بدون شغل هيك بكرامتهم بيرجعوا بأمنوا شغلون وما بيكونوا الشماج صار فيه عنا تروى يعني ثلاثة تروى بروجيت اللي هني بلشنا باستثمار الأراضي والزراعة أتوليال الخياطة وفي المطبخ هيك فيه أشخاص هي بالزراعة طلع محاصيل هالمحاصيل اللي عم تطلع عم بيلبيها المطبخ فيه محاصيل بنوزع على الأشخاص اللي هني عم بيشتغلوا معنا مثلا عملنا كماني مربى التفاح عمدنا مربى الفراز عمدنا مربى المشموش هيدا كلو كان كمان الأتوليال مطبخ الستات اللي بوا المطبخ كانوا عم يلبونا ويشتغلوا بدي اتشكر الـ UNDP بدي اتشكر كاريتاس اللي خلقوا فرصة عمل لأكتر من 45 شخص يعني 45 شخص هني اليوم عم بيعيشوا بكارامتهم هني بيدفعون لن البدل اليومي هني عم بيعطونا حق كل المواد الأولية بيأمنوها كل الأسمي دي كل شي محتاجين للزراعة أتوليالخياطة أكيدة هني أمنوا المكانات هني أمنوا الماشق وبالمطبخ نحنا قدامنا اللوكال بسنا بشبا كل المواد الأولية الحليب اللبن هيدا كله هني عم بيأمنوا حسنا بقاءة قطبة أجل شارل شارل غريب أنا ورأى هل فكرة بيبلو سحبها حذاتي موسيقى 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 كل شيء يعمل بي موسيقى يعمل بيطة أي شخص عنده فكرة جديدة طيوبة نحن مستعدة موجود بالبيبوس كمان ناخد كيتيرين للقصص نعمل إذا حدا بيحب حتى عنا فورميلا فوري فاميلي موسيقى 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 فكرة أنه نقدر قدمة فينا تيكسبوز كل شيء شايفوا هون كله معموم بالبيت نحن معنا مطبخ فهنا هدفنا أنه سير في عنا مطبخ بعدين هون حتى كمان نسي نجيب علمون الطبخ أو يرق النسوان يرفقوا هون بس ما عدنا مماشيين الفكرة أنه كل شي بيجوا بالنسوس طبعه موسيقى 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 الحمراء في حد قتل بريستور فكرة أنه أمن شتل للناس بأنسب سعر ووفر عليهم شيء أنا بزرعه شيء أنا بشتري من السوق في عدة أشياء من الزراع بزر، بصر، الشتر تشكيلي كتير كبيرة بس على قد المكان عم بحاولت قدمة فيها إني أمن أخلى تشكيلي وبأنسب سعر كل الشهر بيكون أونلاين في ناس بيطلبوه بدنا هك بدنا هك بدنا هك بدنا هك ياللي موجود بعمل لوني ياللي منو موجود بحاول يفتش عليه اليون دي بي مشكورين على المساعدة تاعتهم بعطولي شباب رتبنا الشتر كان بدو نقل من حوضي صغير لحوض كبير أهلا وسهلا فيكم بجنينتنا كوميونيتي جاردن لبنيتنا استحدثناها وقتا كنا مزروبين بالبيت لأنه عطوا المحافظين استماح للناس أن تستصلح أراضي لتزرعها نحنا عنا ثلاث متار تراجع بالبنية زبطنا وزرعنا وقضينا لصيفية الماضية عم ناكل خضرة من جنينتنا والسنة طورنا أكتر وزرعنا شجر خاصة ميلة البنية سيقبت على حظنا لما فكرنا بالفكرة حكيت مع صديق لقلقس محنم خايل هو مهندس زراعي قلت له بدي أزرع بس ما بعرف شو منعمل والبنية كلها كانت موافقة طبعا قال لي جيت بوقتك عم نعمل فايلوت بروجيك لحتى ترجى أن الكوميونيتي غاردنينج بالسيتي مش بس نيح للناس لأنه بتاكل منه إنما أيضا بقوة العلاقات بين الناس تصلحناها وزرعناها صيفية الماضية فمش بس جنينة زراعية هي جنينة منلتقى فيها كلنا بالبنية منسهر سوى منشرب قهوة بعض منسهر سوى الشباب والصبايا بالبنية بينزلوا مع أصحابهم بيعدوا هون بالهوى الطلق يو ان دي بي جابت فريق عمل كتير كبير إجا على عدة أسابيع رجع زبط الأرض ورجع ريحها وقلبها وعملنا السيون والمناطق الزراعية يلي زرعناها وزرعنا بنادورة زرعنا تشاري توميتوز زرعنا خيار مقتة، بتنجين، كيل يعني يلي بينزل من البنية الصباح بيلاقي شي بيقضفوا وبياخدوا إن كان النطور يلي هو كمانا بيساعدنا كتير بالرأي لأنه مش دايما نحنا يمكن متواجدين بالبنية النطور نحنا الجيران مننزل ويلي بينزل أوقات بيكون فيه طالع كتير يعني الأرض كريمة بتاعتيها أوقات بيكون طالع كتير فمنجمعون ومنقصمون عبعدنا يعني أوقات أنا بقطف بس بعتي لكل البنية أوقات لأ بيخد بس لإلي يعني فيه حرية للاختيار ومنترك دايما لغيرنا من حد سويت منهتم فيها من عشبة ومنصقية وعلى أمل إنه ما يجوا يأكلوها النملات والبرغشات والعصفير مع إنه أواتب يجوا صحتين على ألبهم بدنا نتقاصم خيرات الأرض سوى شو بدنا نعمل؟ لو عملنا أرتورك شاركوا فيه الشبيبة بالبنية وجارنا عنده فنين كمانا قاعد رسم فعنا الستارز مشين على الحيط